أستاذ صلاح ليه ما لحنش لومو كلسون؟ هو لحن لحن ولكنه لم يكمل الأغنية والمتكلم هنا على أنساك أيوة هو ابتدى فيها فعلا لكن لما اكتشف بقى بليغ حمدي واكتشف هذه العفقرية الموسيقية اللي فيها فكرة جديدة حس إنه ممكن بليغ يعمل حاجة في الغنوة دي وبليغ أصله من صغره طبعا انت عارف إن حضرك بليغ كان ممتدل الأول عليناه مطرب راح لفوز عشان يعمله بصطبعانة وكده أما سمعه شيئة ألحان من الحاجات اللي كان بيعملها حس إنه جواه برضو ملحن كويس أوي وحديس أوي وبالتالي هو ما كانش عنده حتة الأنانية دي فقدموا لمكلسون وإحنا عملنا حلقة كاملة عن بليغ وحكينا الحكاية المزاي هو اللي قدموا لمكلسون فحب بالتالي فحب لكن أنساك راح تلمين بعد كده ما هو بليغ بس أعاز أقوله لأن أنا سعالت في الجزئية دي لأنها شيخ ساد مكاوي قال إن هو لحنها بس بعد رحيل بليغ قال إن اللحن ده لحني صلاح جهين لما تعملت الغنوة دي عمل كاريكاتير في الأهرام تعرفها زمان ستينيات بقى سنة ستين كون ناس بتقرأ قال لك أهو دا اللي مش لحنك تعرف فيها جزء قال له إيه أهو دا اللي مش لحنك أبداً يا بليغ طبعاً اتهام صريح بس ما قالش يعني لما تقريها أو تخيالي طب قال له أهو دا اللي مش لحنك أبداً يا بليغ طب ممكن تقول زكريا ما حصل إيه بقى أنا سألت لأن الموضوع شائك أول واحد بدأ يلحن الشيخ زكريا مات ما عملش ما كانش لسه يعني يا دوبك ها وربنا يعني طيب ففق فعمي قال لي إن هو اقترح على أم كلسوم لا في واحد شيخ برضو وبادئ وهيديك الأجواء أنت عايزة الشيخ زكريا الشيخ سيد مكاوي السيد مكاوي لحن فعلاً الغنوة وعرضها على أم كلسوم فسمعت كان لها ملاحظات أول يعني استشعر من كلمة ملاحظات إنه ما فيش قبول فتوقف المحطة التالية كان فوزي أكتر ملحن تمنت أم كلسوم أن تغني له محمد فوزي شوف اللي غنت لرياض والأصابجي وكل العمليقة دول والشيخ زكريا تمنت أن تغني لمحمد فوزي وكانت أغنيها في الشركة بتاعته فقالت له لحن يعني يعمل بدأ فعلاً زي ما قاله في الصلاح عمل الجزء الأول فأنساك بعد كده فيه روايتين الرواية اللي قالها بليغ إنه عمي مأمون ما خدش باله وإداله الكلام وهو لحنه الرواية اللي قالها اللي بقى عمي مأمون إنه لما أم كلسوم ألحت على فوزي وهو كان لسه يعني عايز يعمل حاجة بقى طليق بعد كل الانتظار ده بأم كلسوم فلا لا يعني أنا مش هكمل بليغ وإنه المقطع الأول فأنساك ده تلحين فوزي ترجمة نانسي قنقر